بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معاكم كوكا اوكا وهنتكلم عن فاكهة البمبر وليها فوائد كثيرة اوي 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 البمبر دوان اول حاجة هو بيستعمل ازاي لقيناه في الصين وكوريا بيستخدم كشراب زي الشاي بالزبط اما في الهند فبيستخدم لصنع المخللات وفي كرواتيا بيستخدم البمبر لصنع المربى والعصائر اما في اليونان فبيجفف واوراقه ايضا ويستخدم كتوابل نباتية تضاف للطعام واذا كنت تقلق من مرض هشاشة العظام فعليك باضافة البمبر الى نظامك الغذائي لانه يحتوي على الكثير من المعادن والكالسوم والفسفور المسؤولة عن تقوية العظام وبيحسن من صحة المبايد وجدت دراسة اجرتها جامعة تهران للعلوم الطبية منتجا شعبيا من البمبر يدعى شيلة نوم وفعال جدا في علاج تكييسات المبايد وله نفس تأثير حبوب منع الحمل التي توصف عادة لهذه الحالة ولكن افضل لانه عجب ولا يترك اي اثار جانبية كما يحسن البمبر من الصحة العامة للهيكل العظمي فكهة البمبر بتأخذ كمضاد لالتهابات لعلاج اثار الالتهاب الكولون والمستقيم والكبد والبلازمة كما انه خفض ضغط الدم المرتفع وتعتبر هي مضاد لقرحة المعدة ومسكن فعال لمكافحة البكتيريا الاوراق البمبر بتشرب كالشاي ويجفف هو وصمر نفسه وممكن استخدامه كعصير فكهة معالج وله مزاق محبوب لان فكهة البمبر مسكرة من الداخل وبعد الدراسات العديدة العالمية والتي سوف اذكرها في المدونة وجدوا فوائد خطيرة ومهمة جدا لفكهة البمبر انها بتفيد في محاربة السرطان لاحتوائها على مضادات الاكسادة السريعة في التخلص من الجزور الحرة وقتل سرطان السدي والكوميا والبمبر بيحسن من النوم ومعالجة الارك واستخدامه الطب الصيني من زمن بعيد بيعزز ايضا صحة الجهاز الهضمي بامكان استخدام حوالي 40 ميلي جرام من فكهة البمبر يوميا هو مفيد جدا لصحة المعدة ومحاربة المركبات الضرة لانه غني بالحديد والفسفور بيساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء فتناول الفكهة البمبر يوميا بيمنحنا الطاقة وبيحسن من الدورة الدموية لانه ايضا يحتوي على فيتامين ايه وسين اللي بيحربوا الجذور الحرة المسؤولة عن ضعف الجهاز المناعي بيقدي بيدوروا الى حماية امراض القلب والشيخوخة السريعة بيعالج الجلد من حب الشباب والتجعيد والنندوب والحكة الناجمة عن الاجزيمة مفيد جدا يعني فوائده عديدة مالوش اي اثار جانبية الا ان ننصح مرضى السكر ان هما يقللوا من تناوله او تناول بجزء بسيط جدا لانه بيساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم ولو حبينا نزرع البمر فاحنا هناخد البذور اللي جوه الفكة نفسها ونخسلها من المادة السمغية اللي فيها ونجففها ونزرعها او ممكن نقعها حوالي ست ساعات ونزرعها في التربة الزراعية وايضا ممكن ناخد حوالي عشرين ملي عشرين سنتي كده من السق بتاع العروق البط شجرة البمبر نفسها ونغرسها في التربة ونترك حوالي تلاتة سنتي معرض للهواء والشجرة بتاعته معمرة جدا ومسمرة جدا زي محضراتكم شفتم في الفيديو كده انتهى الفيديو وكانت معاكم كوكا اوكا وتترككم في رعاية الله وحفظه مع السلامة يا حبيبي شكرا شكرا